يسيطر هاجس الوقت على حياتنا سواء من خلال تروس ضخمة كما في هذه الساعة الضخمة العتيقة أو من خلال الأجهزة الحديثة كالهاتف النقال لكن وسط دوامة الحياة الحديثة وما علينا القيام به على مدار الساعة هل نسينا أهمية الوقت؟ نحن جنس شديد التكبر والاستعلاء نشعر أن بإمكاننا تجاهل ما حققه تطور على مدى ثلاثة أو أربعة مليارات من السنين معدل نوم كثيرين مننا أقل بساعة أو اثنتين عن المعدل في الخمسينات أو الستينات وخاصة تلامذة المدارس وهذا يؤثر بشدة على حياة الأسر الحياة الآن لا تسمح لي بالاستمتاع بمعدل نوم طبيعي هناك أنشطة الأطفال بعد انتهاء اليوم الدراسي ونحن الكبار نريد أن نمارس بعض الرياضة لتحسين الآياءاتنا البدنية كنت أتمنى لو امتد اليوم ستا وعشرين ساعة بدلا من أربعين وعشرين لكن النمط الحياة هذا له ثمن باهظ وقد دللت دراسة حديثة على تأثير قلة النوم أو عدم انتظامه على عمل الدي أني في الجسم وعلى تأديته لوظائفه اضطراب هذه العمليات الحيوية له صلة ببعض الإلم التي تصيب الإنسان كامراض الجهاز الدموي وداء السكر وكذلك احتمال الإصابة بالسرطان وهناك دعوات للأطباء للبدء في صرف وصفة النوم كعلاج في محاولة للقضاء على هذه العلل لكن أن ذلك وإيقاع الحياة بهذه السرعة والازدحام ترجمة نانسي قنقر